أطفال غزة يحملون تناجر البحث عن طعام أو يجرون حاويات لنقل الماء الكثيرون منهم صاروا أيتاماً وسوء التغذية يجعلهم يقفون على حافة الموت جوعاً أو يموتون جوعاً بالفعل مثلما يموتون بالقصف القطاع الذي كان من الناحية الإحصائية مدرسة للأطفال صار بحسب شهادة توثقت لدى محكمة العدل الدولية مقبرة للأطفال تلك شهادة سطرها بيان لليونيساف قال إن غزة أصبحت مقبرة لألاف الأطفال وإنها جحيم حي للجميع وإن أكثر من 80% من الأطفال في غزة يعانون فقراً غذائياً حاداً وبالنظر إلى أن 47% من سكان غزة هم من الأطفال بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن إسرائيل تخوض حرباً ضد الأطفال من الناحية الفعلية إنهم أكثر من مليون طفل يشكلون الذكور منهم نحو 51% والإناث نحو 49% وتسعة وخمسين في المائة منهم دون سن التاسعة الحرب التي اتسمت بقصف المجمعات والمربعات السكانية أصبحت بمنهجيتها العشوائية المتعمدة حرب إبادة ضد الأطفال أكثر من غيرهم من بين 31 ألف شهيد لهذه الحرب كان هناك 13 ألف طفل ونحو 9 ألاف امرأة كل الأطفال في غزة كانوا يرتدون المدارس الكثيرون منهم يطلق تعليمه الأولي في مدارس الأنروا التي يبلغ عددها 183 مدرسة تقدم خدماتها لنحو 300 ألف طفل القصف الإسرائيلي لم يوفر بعد هذه المدارس وحتى عندما تحولت تلك المدارس إلى مراكز للإيواء فقد تعرضت بعضها للقصف أيضا قبل الحرب كانت الأنروا قد جهزت نحو 80 مدرسة يمكن تحويلها إلى ملاجئ لتستقبل نحو 250 ألف نازح إلا أنها صارت تؤوي 820 ألف نازح التعليم الذي ظل مفخرة الفلسطيني أينما كان تم قتله في غزة 82% من أطفال غزة الذين كانوا يستخدمون الإنترنت ويحملوا 19% منهم هواتفا نقالة صاروا ينامون في العراء ويحملون التناجر بحثا عن طعام وسط المقبرة اشتركوا في القناة